ترجمة نانسي قنقر ومشاريع القرارات وأهم هذا العلاقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف وكذلك مشروع البيان الختامي للقمة ومشروع إعلان بانجول إضافة إلى القضايا المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي ليتم رفعها للقمة الإسلامية على مستوى القادة في يومي الرابع والخامس من مايو الجاري والتي تقام تحت عنوان تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة